أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند ترند فقرة ترند ترند هنتكلم في نقطة مهمة جدا والسوشيال ميديا لكلها من النهاردة الصبح بتتكلم على موضوع نهاية دورة أبطال إفريقيا والقرار المفروض يتخذ خلال الساعات اللي جاية مش هتكلم على القرار لكن هتكلم على الالتزامات اللي هياخد القرار أكيد هيدرس هزيل الالتزامات خلال الساعات الجاية أهم حاجة وانت بتاخد القرار لازم تشوف أبعاد الالتزامات اللي انت مقبل عليها خلال الساعات اللي جاية أول شيء فكرة المباراة تلاقي بـ 19 نوفمبر أو 9 نوفمبر ده هيكون لإعلاقة أولاً بالأجندة الدولية اللي قررها الاتحاد الإفريقي لقرة القدم اللي تم إعلانها في شهر 9 الماضي قدامك هيكون على الشاشة موعيد الارتباطات والأجندة الدولية خلال الفترة اللي جاية بدءاً من شهر أكتوبر حتى الموعيد المتعلقة بأجندة المنتخبات خلال الفترة اللي جاية طبعاً من 9 لـ 17 نوفمبر ده مباريات الجولة الثالثة والربعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2021 من 9 لـ 17 يبدأ معسقر المنتخب من يوم 9 وينتهي يوم 17 المنتخب المصري عنده مباراتين مباراة توجو يوم 14 في مصر ثم المباراة التانية يوم 17 في توجو فبالتالي فكرة 19 نوفمبر حسب وصفت بعض الصحف المغربية هذا المعد هيكون في استحالة لأن 19 نوفمبر ده هيكون المنتخب لسه منتهي من الأجندة الدولية وتكون معظم اللعيبة مع منتخباتهم لسه في رحلات خارجية خلال الفترة القادمة بالنسبة للأدغال الإفريقية طيب وانت بتاخد القرار خلال الساعات الجاية لازم برضو تركز في نقطة مهمة جداً قدامك هيكون على الشاشة موعيد القيد بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم القادم القايمة الأولى اللي هتشارك في دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم بحد أقصى يوم 10 نوفمبر لازم تكون أرسلت القايمة الأولى بحد أدنى 23 لعب وبالتالي أي معاد لبطولة حالية بعد 10 نوفمبر هيكون فيها استحالة أنت وقتها تكون اشتغلت على القايمة الجديدة للبطولة الجديدة وخدت قرارات في القايمة الأديمة اللي بتلعب عليها النهاية فبالتالي أي قرار اللي بعد 10 نوفمبر اللي هتأخذ القرار لازم يدرس معاد القيد بالنسبة للبطولة الإفريقية اللي جاية اللي هيكون مفروض معادها في القايمة الأولى من 21 أكتوبر ل10 نوفمبر بالمناسبة بعد 10 نوفمبر انت بتجاهز القايمة التانية اللي هتلعب معاك من دور الـ 32 طيب موعد مباراة التمهيدي من 27 نوفمبر ل29 نوفمبر مباراة الزهاب فبالتالي انت قريدي عندك موعد القيد للموسم اللي جاي وعندك موعد دورة أبطال إفريقيا الموسم اللي جاي اللي هيبدأ 27-11 فأي كلام في 19 أو بعد كده هيكون فيه التزامات لازم تشتغل عليها قبل ما تاخد القرار طيب منذ قليل الاتحاد المصري لقرارة القدم اتخذ قرار مهم جدا الحمد لله كان برنامج التريند كان ليه السابق واتكلم عليه من فترة لما عرضنا موعد القيد وقلنا 4 نوفمبر ده صعب اتحاد القورة بعد اجتماعه مع العديد من الأندية منذ قليل في مقار الاتحاد بالجبلية اتخذ قرار مهم جدا قرار الاتحاد المصري لقرارة القدم مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر بدلا من 4 نوفمبر القادم وذلك بناء على رغبة الأندية الحاضرة في اجتماع اللجنة الخماسية هذا القرار ليه أبعاده؟ أبعاده إيه؟ إنت إزاي كنت هتلعب النهاء الشامبونيس ليج يوم 6 نوفمبر وإنت القيمة الأولى آخر معاد لها 4 نوفمبر فبالتالي أي لعيم مش هيكون معاك في القيمة الأولى مش هيكون حاضر معاك في المباراة النهائية فكان يجب على اتحاد القورة وده القرار اللي اتخذ منذ دقائق قليلة مد القيد 11 نوفمبر وبالتالي احنا بنتكلم على فكرة أن المباراة الفترة اللي جاية سواء النهاء اتلعب يوم 6 نوفمبر اتلعب يوم 9 نوفمبر أي لعب معاك في القيمة المحلية ولسه ما شلتوش من القيمة المحلية يقدر يلعب معاك نهائي دوري أبطال إفريقيا الأمر مش هيكون مرتبط بختم الدوري الأمر مرتبط بإرسال القيمة الأولى طالما لسه ما أرسلتهاش قبل 11 نوفمبر تقدر تلعب بأي لعيب عندك مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا تلعب بقى النهائي يوم 6 تلعب النهائي يوم 9 ايا كان القرار مش قصتنا القرار قصتنا الالتزامات اللي على أساس هيتخذ القرار فأي لعيب عندك لسه ما تبعتش اسمه في القيمة الأولى أو القيمة الأولى لسه ما تبعتتش هو لسه على زمتك ويقدر يلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا عشان كده اتحاد القورة خدت قرار بمد القيد من 4 نوفمبر لـ 11 نوفمبر أي أن كان بقى النهائي 6 أو يتلعب 9 اللاعبة كلها اللي معاك في القايمة الأولى تقدر تلعب معاك النهائي على فكرة بالمناسبة ده كل شيء إيجابي جداً لأنك مش هتستخدم الخمسة الاستبدالات بسبب القايمة الأولى لسه الاستبدالات كملة معاك بعد القايمة التانية وتقدر تحافظ على لعيبتك القرار ده على فكرة أبعاده فنية وأبعاده مالية وتسويقية للحفاظ على اللعيبة آخر حاجة الاجتماعات اللي قدامكم طبعاً على الشاشة صور للاجتماعات اللي تمت في مقر الاتحاد وعلى أساس هذه الاجتماعات اتخذ القرار المتعلق بمد فترة القيد قدامنا طبعاً في الصور اللي على الشاشة حضور طبعاً مجلس اللاجلة الخمسية برئاس الأستاذ عمر الجنيني والكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله حسام الزناتو وأيضاً كمان مدير إدارة المسابقات وفي حضور عدد من مسؤولي الأندية الكابتن محمد يوسف مدير فن البنك الآلي كابتن سرد الحفيز مدير الكورة في النادي الآلي كابتن وليد هويدي فريق مصر المقصة وعدد من الأندية عشان يشوفوا خريطة المرحلة اللي جاي أطلع إلى فاصل بس قبل ما أطلع إلى فاصل كلمة مهمة جداً أياً كان القرار اللي هيتخذ خلال الأربعة وعشرين ساعة اللي جاية خلال الأربعة وعشرين ساعة اللي جاية القرار هيكون ناتج بناء على هذه الدراسة وهذه الموعيد اللي كنا عرضناها لحضراتكم والموعيد إن شاء الله تكلها هتكون مناسبة طالما إن احنا بنتكلم في مرحلة من 6 نوفمبر لـ 11 نوفمبر بإذن الله أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل معانا كلام مهم جداً في تريند الأهلي وانتابع كمان آخر استعدادات الأهلي في التدريب اللي بيقام في هذه اللحظات عن ملعب مختار التيتش بالجزيرة اشتركوا في القناة